وفد حكومي كبير سيتوجه إلى واشنطن يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليستضيفه البيت الأبيض في السادس والعشرون من تموز الجاري الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد لرسم خارطة تفاهم في العلاقات بين الدولتين والتي من خلالها يستعيد العراق وضعه الطبيعي الزيارة المرتقبة للسيد الكاظمي والمزبح أخدها في 26 تموز الجاري ربما تحمل بين طياتها ملفات مهمة ربما تكون أبرزها الحوار الستراتيجي الذي عقد في بغداد وفي عدة فناطق ربما سيكون حاضرا ملف آخر يكون مهم جدا على طاولة المفاوضات وملف الأموال المهربة العراقية للخارج وطلب من الجانب الأمريكي والخزانة الأمريكية في استعادة تلك الأموال التي أضرت في الواقع الاقتصادي للعراق أهم الملفات المتوقع إدراجها ضمن الحوار المرتقب هو ملف سحب القوات الأمريكية من العراق والتي كان قد استبقها قرار نيابي يقضي بإخراجها من البلاد بمعنى أعتقد الإطار السراتيجي نحن بانتظار الجولة الرابعة وهذا الإطار يرسم خارطة طريق علاقات ما بين الدولة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك قضية محمورية ومهمة جدا حقيقة هو مستوى التعاون ما بين الدولتين يعني يكون هناك مرتكز بعدم التدخل بالشأن الداخل يكون هناك مصالح مشتركة ما بين الدولتين بالإضافة لأن لا بد أن يكون هذا الإطار السراتيجي لا يخلو من جدولة انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية واعتقد لدينا قرار للبرلمان استعادة المكانة الحقيقية للعراق وإعادته لوضعه السابق هي ما تضعه حكومة الكاظمي نصب أعينها والدعم الأمريكي مطلوب جدا في هذه المرحلة في العلاقات مع المجتمع الدولي توجه الكاظمي نحو الحوار مع واشنطن هو الاستعادة شيء مما فقده العراق في المرحلة السابقة وتعزيز مكانته عالميا سحب القوات الأمريكية هي أبرز النقاط المطروحة في الحوار المرتقب من بغداد محمد فراس قناة التغيير